اهلا بكم الى نشرة الاخبار الرئيسة من قناة السعودية نستهلها بالعنوين خادم الحرمين الشريفين يبعث رسالة شفاهية لرئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة ولي العهد يعلن تأسيس منظمة عالمية للمياه مقرها الرياض تهدف لتطوير جهود الدول والمنظمات لمعالجة تحديات المياه انطلاق منتدى الاستثمار السعودي الايطالي والفالح يكشف عن قفزات كبيرة لسوق المال تداول ودخوله ضمن افضل عشرة اسواق في العالم اهلا بكم بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز اهل سعود رسالة شفاهية لفخامة السيدة السامية صلوح حسن رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة تتصل بالعلاقة الثنائية بين البلدين واسوب لتعزيز التعاون المشترك قام بنقل الرسالة مع علي المستشار بالديوان الملكي الاستاذ احمد قطان خلال استقبال فخامتها لمعاليه في العاصمة دار السلام وانقل مع علي خلال استقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين وسمون الاهد رئيس مجلس الوزراء وتمنياتهما لحكومة والشعب جمهورية تنزانيا الصديقة بالمزيد من التقدم والازدهار فيما عبرت فخامتها عن تحياتها وتقديرها للقيادة ولحكومة وشعب المملكة من جانبها اكدت رئيسة تنزانيا الدعم بلادها الكامل لطلب المملكة استضافة معرض اكسبو 2030 في مدينة الرياضة مرحبة بعقد القمتين القمة السعودية الافريقية الاولى والقمة العربية الافريقية الخامسة في المملكة هذا العام واجرى خلال استقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات اضافة الى استعراض مجمل الاحداث الاقليمية والدولية ذات الاحتمام المشترك اعلن صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز اهل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء عن تأسيس المملكة لمنظمة عالمية للمياه مقرها الرياضة تهدف الى تطوير وتكامل جهود الدول والمنظمات لمعالجة تحديات المياه بشكل شمولي وذلك من خلال تبادل وتعزيز التجارب التقنية والابتكار والبحث والتطوير وتمكن انشاء المشاريع النوعية ذات الاولوية وتيسير تمويلها تأتي هذه المبادرة تأكيدا لدور المملكة في التصدي لتحديات المياه حول العالم والتزامها بقضايا الاستدامة البيئية ومساهمتها في وضع قضايا المياه على رأس الاجندة الدولية كما تتطلع المملكة بالتعاون مع الدول الاعضاء الى المساهمة في تحقيق اهداف التنمية المستدامة الرامية الى ضمان وفرة المياه لتمهد الطريق لمستقبل مائي امن ومستدام للجميع بهدف تطوير وتكامل جهود الدول والمنظمات لمعالجة تحديات المياه بشكل شمولي اعلن ولي العهد الامير محمد بن سلمان تأسيس المملكة لمنظمات عالمية للمياه مقرها الرياض المنظمات تهدف للعمل على تبادل وتعزيز التجارب التقنية والابتكار والبحث والتطوير وتمكين انشاء المشاريع النوعية ذات الاولوية وتيسير تمويلها سعيا لضمان استدامة موارد المياه وتعزيزا لفرص وصولها للجميع مختصون اكدوا ان المبادرة تأتي تأكيدا لدور المملكة في التصدي لتحديات المياه حول العالم والتزامها بقضايا الاستدامة البيئية وانطلاق مما قدمته على مدار عقود من تجربة عالمية رائدة في انتاج ونقل وتوزيع المياه وابتكار الحلول التقنية لتحدياتها ومساهمتها في وضع قضايا المياه على رأس الاجندة الدولية ومن ذلك تقديمها تمويلات تجاوزة 6 مليارات دولار لدول في اربع قارات حول العالم لصالح مشاريع المياه والصرف الصحي وستعمل المنظمة على تحقيق اهدافها مع الدول التي تواجه تحديات في موضوع المياه وتولي المشاريع المتعلقة بها اولوية في اجندتها الوطنية بالاضافة الى الدول التي تملك خبرات ومساهمات فاعلة في حلول المياه نظرا لتوقعات تضاعف الطلب العالمي عليها بحلول 2050 نتيجة وصول سكان العالم الى قرابة 10 مليارات نسمة وفق التقديرات استقبل صاحب السمو الملكي الامير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية سفير مملكة بلجيكا لدى المملكة باسكال غريكوار سفير مملكة تايلاند لدى المملكة دام بون تام وجرى خلال استقبالين بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك تحت شعار الابتكار من اجل مستقبل اخضر انطلقت في جدة اعمال مؤتمر استدامة الصناعة البحرية بتنظيم من الهيئة العامة للنقل ويناقش المؤتمر الاستدامة في الصناعة البحرية وتأثيرها على البيئة اضافة الى الابتكار في التقنيات الحديثة بمشاركة اكثر من خمسين متحدثة من خبراء القطاع البحري ويهدف المؤتمر لابراز دور المملكة في القطاع البحري والتعريف بمبادراتها لحماية البيئة البحرية وفي كلمته يأكد وزير النقل والخدمات الاجستية المهندس صالح الجاسر ان رؤية المملكة عشرين ثلاثين انجاز كبير وفريد من نوعه تضع الاستدامة في القلب النابض لهذه الجهود الجبارة والانشطة المملكة العربية السعودية وريتها الحكيمة عشرين الثلاثين وهي انجاز يتخطى انجاز كبير جدا فريد من نوعه تضع الاستدامة في القلب النابض لهذه الجهود الجبارة والانشطة المملكة العربية السعودية حققت انجازات واسهمات كبيرة جدا اربعة تتخطى اربعة من المئة لتخفيف تدهور الاراضي على المستوى الدولي واحد بالمئة على المستدف الدولي لزراعة تريليون شجرة كجزء من الخطة الطموحة الخطة خطة المملكة السعودية المبادرة السعودية الخاضرة رؤية عشرين ثلاثين كما اكد وزير النقل والخدمات اللوجستية ان المملكة قفزت للمرتبة السابعة عشر عالميا في المؤشر اللوجستي الصادر عن البنك الدولي كما احتلت المرتبة السابعة السادسة عشر منولة في الحاويات بالمواني البحرية المملكة السعودية ايضا قفزت سبع عشر مرتبة التي طبعا اطلقها البنك الدولي اضافة الى ذلك ايضا احتللنا المرتبة ستة عشر من خلال المناولة الحاويات في المواني البحرية ايضا النسبة نسبة عشرين بالمئة التي وصلنا اليها من خلال الاعمال البحرية لنقل السفن والاسطول البحري جعلت المركبة السعودية الدولة الاولى في الشرق الاوسط لحصاد جائزة في القرن الحاوي والعشرين وهذا ابرز امتثالنا للمعايير الدولية للعمل في المواني مزيدا من ذلك ايضا حققنا المزيد من الجهود بالنسبة الاتفاقية باريس اكد وزير الاستثمار خالد الفالة خلال منتدى الاستثمار الايطالي السعودي ان المملكة من اسرع الاقتصادات الامما في مجموعة دول العشرين مشيرا الى ان المملكة اصبحت الوجهة الاولى للاستثمار الاجنبي المباشر اداء المملكة كان جيدا للغاية ففي العام الماضي كنا اسرع الاقتصادات نموا في مجموعة دول العشرين كما واصل الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي في النصف الاول من هذا العام نموه بنحو خمسة بالمئة منذ اطلاق رؤية 2030 قبل سبع سنوات وارتفع اجمالي الناتج المحلي غير النفطي بنسبة ستة وستين بالمئة واصبحنا الان الوجهة الاولى للاستثمار الاجنبي المباشر بين افضل الوجهات العالمية وشار الفالح الى ان المملكة تمتلك ثاني اقل نسبة للديون الى الناتج المحلي الاجمالي في مجموعة دول العشرين مؤكدا ان سوق رأس المال تداول اصبح واحدا من افضل عشرة اسواق في العالم المملكة تمتلك ثاني اقل نسبة للديون في الناتج المحلي الاجمالي في مجموعة دول العشرين بينما ارتفع اجمالي الاستثمار المحلي والدولي في العام الماضي باكثر من ثلاثين في المئة كما حقق سوق رأس المال تداول قفزة كبيرة في المركز خمسة وعشرين في عام 2016 الى كونه واحدة من افضل عشر اسواق في العالم في الوقت الحالي واضح الفالح خلال المنتدى بان لدى المملكة 150 سجلا ايطاليا مثيرا للاعجاب وقد ينمو هذا الرقم بشكل ملحوظ مؤكدا ان ايطاليا تعد من اكبر عشر اقتصادات في العالم ومن بين افضل عشرين دولة من حيث المستثمرين في المملكة لدينا 150 سجلا ايطاليا مثيرا للعجاب وهذا العدد يمكن ان ينمو بشكل ملحوظ وتنتمي ايطاليا الى قائمة اكبر عشر اقتصادات على مستوى العالم من حيث الحجم كما انها تحتل مكانة اعلى بكثير من حيث الجودة والابتكار وهي من بين افضل عشرين دولة من حيث المستثمرين في المملكة ووالي الحديث اكثر ينضم الينا عبر سكايب الخبير الاقتصادي دكتور محمد القحطاني دكتور بداية اهلا بك في هذه النشرة يعني المملكة ولله الحمد من اسرع الاقتصادات نموا في مجموعة العشرين في المقابل هناك ايضا 150 سجل ايطالي يعني ينمو وهذا مثير العجاب حسب ما قاله وزير الاستثمار الى اي مدى سيصل هذا الاستثمار الى قوة اكثر والى تنوع اكثر بين البلدين مساء الخير لكم اخوة المشاهدين بلا شك طبعا حنا سبقوا ونوهنا طبعا ان المملكة تخطو خطوات حفيثة ويعني تعمل ليلة نهار من اجل توفير البيئة المناسبة للاستثمار الاجنبي وما هذه التدفقات حقيقة الا دليل واضح على ان المملكة قطعت شوط كبير في ترسيخ البنى التحتية للاستثمار وايضا اصبح لدى المستثمر الاجنبي قناعة وايضا اصبح لديه رؤية واضحة للفرص الاستثمارية الموجودة للمملكة سبقوا ايضا نوهنا من خلال وسائل الاعلام المختلفة بين المملكة العربية السعودية اصبح اقتصادها متنوع فبالتالي لا يجد صعوبة المستثمر الاجنبي بان يعني ينتقل من قطاع الى اخر يعني وقت ما يجد هناك فرصة لتعظيم اموالها انا في ظني ستشهد المملكة العربية السعودية استثمارات من مختلف دول العالم في ظل هذا النجاح وهذا الازدهار المحقق عاما بعد عام نعم دكتور محمد يعني نمو الاستثمار في المملكة يعني هل اصبح وجهة اولى للمستثمر الاجنبي بلا شك طبعا الكل يعني يعي ان المملكة حققت في 20-22 اعلى نمو في مجموعة العشرين 8.7% ولا ننسى ايضا عن المشاريع اللي تم اطلاقها بعد ذلك العام وايضا في الوقت اللي العالم يعيش به حالة حرجة وحالة عدم يقين الا ان مملكة العربية السعودية استطاعت حقيقة ان تصخر استثماراتها بشكل يعني لافت للمستثمر الاجنبي فاطلقت العديد من المشاريع في البناء التحتية في المراكز اللي اعلن عن سيد ولي العهد في المراكز اللوجستية كل هذه حقيقة تعطي امل لدى المستثمر وتعطيه ايضا دافعية للانطلاق واقتنام الفرص لان حقيقة اليوم فرصة الدخول لاقتصاد المملكة العربية السعودية قد لا يجدها المستثمر الاجنبي خلال ثلاثة واربع سنوات القادمة لان بيكون هناك زخم كبير جدا يشهد الاقتصاد السعودي في مختلف المناحي نعم دكتور محمد يعني احنا لدينا 150 سجل ايطالي للاستثمار في المملكة يعني من خلال هذا المنتدى منتدى الاستثمار الايطالي السعودي هل ممكن ان يرتفع الاستثمار اكثر ويتصبح عندنا شركات واستثمارات تفوق هذا الرقم بلا شك لان المستثمرين دائما يشجعون بعضهم البعض يعني حقيقة دائما يعني يكون هناك من خلال الغرف التجارية في بلدانهم وايضا وزارات التجارية دائما ما يكون بينهم حديث وبالذات الايطاليين لا ننسى لهم تجارب يعني رائعة جدا في السابق في الفرص الاستثمارية الاستثمر في المملكة العربية السعودية وبالتالي يعني دائما الايطاليين متفوقين يعني ويجدون فرصة بان يغطوا الشرق الاوسط من خلال تواجدهم في اقتصاد قوي كاقتصاد المملكة العربية السعودية في ظني ان الايطاليين سيفتحوا مجال والايطاليين يعني دائما ما يكونوا قريبين من الثقافة السعودية ودائما محبين حقيقة لاستكشاف المزيد من الفرص الاستثمارية في الاقتصاد السعودي اذا كل شكر وتقدير الخبير الاقتصادي دكتور محمد الكحتان شكرا لك دكتور انطلق المؤتمر المصرفي لاتحاد المصارف العربية في الرياض تحت عنوان الافاق الاقتصادية العربية في ظل المتغيرات الدولية حيث ينعقد المؤتمر لأول مرة بالمملكة بمناسبة الذكرى الخمسي لتأسيس اتحاد المصارف العربية ويهدف الى تسليط الضوء على التحديات التي تواجه التقدم والتعافية الاقتصادي للدول العربية بالاضافة الى مناقشة دور التكنولوجيا المالية في التحول الى الاقتصاد الرقمي اكد محافظ البنك المركزي السعودي ايمن السياري خلال كلمته ضمن مؤتمر اتحاد المصارف العربية ان المملكة حققت قفزات في عدة مجالات ساهمت في نمو اقتصادها رغم التحديات العالمية حققت المملكة قفزات مشهودة في عدة مجالات من ضمنها برامج الاسكان تخفيذ معدل البطالة زيادة نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل توطين التقنيات وغيرها من البرامج الطموحة واستمر الاقتصاد السعودي في النمو على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية واضهر الاقتصاد السعودي اداء مميزا في الناتج المحلي الاجمالي وكذلك في معدلات التوظيف حيث نمى الاقتصاد بمعدل 8.7% من العام الماضي متجاوزا بذلك متوسط نمو الاقتصاد العالمي الذي بلغ 3.5% وبيّن المحافظة أن استراتيجية التقنية المالية تسعى إلى تحقيق الأثر الاقتصادي من خلال استهداف زيادة شركات الفنتك في المملكة إلى 525 شركة والمساهمة في خلق أكثر من 18 ألف وظيفة بشكل مباشر وكذلك المساهمة في الناتج المحلي بمقدار يتجاوز 15 مليار ريال تسعى استراتيجية التقنية المالية لتحقيق الأثر الاقتصادي المنشود وذلك من خلال زيادة شركات التقنيات المالية إلى 525 المساهمة بخلق 18 ألف وظيفة تخصصية مباشرة وكذلك المساهمة في الناتج المحلي بمقدار يتجاوز 13 مليار ريال بحلول عام 2030 علماً أن عدد شركات التقنية المالية بمختلف مجالاته تجاوز 200 شركة بنهاية أغسطس الماضي أهلاً بكم كشف تهيئة السوق المالية ارتفاع عدد السيدات المستثمرات في سوق الأسهم المحلية إلى أكثر من مليون ونصف المليون سيدة بنهاية الربع الثاني من عام 2023 وزاد عدد السيدات التي لديهن محافظة استثمارية في السوق إلى 24273 سيدة خلال الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بعددهن في الربع الأول من العام الذاته الذي كان مليون وخمسمائة وتسعة وثلاثين من جهة أخرى زاد عدد السيدات المستثمرات في سوق الأسهم بنحو 75 ألف عن ما كنا عليه في الربع المماثل من العام السابق حيث بلغ عددهن مليون واربعمائة وثمانية وتمانين ألف سيد انطلقت في محافظة جدة جولة التجارة الإلكترونية بتنظيم من الهيئة العمل المنشآت الصغيرة والمتوسطة وبالشراكة مع مجلس التجارة الإلكترونية وذلك بحضور مجموعة من الخبراء ومقدم الخدمات والمتخصصين في التجارة الإلكترونية حيث ستقام الجولة في مركز دعم المنشآت بجدة خلال الفترة من الرابع حتى السادس من سبتمبر الحالي وتتضمن الجولة مجموعة من الجلسات الحوارية يقدمها عدد من ممثل ومسؤول الجهات الحكومية والخاصة وذلك للتعرف على أبرز وأحدث التوجهات العالمية لتطوير أعمالهم التجارية والتوسع بها إلكترونيا أصدرت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية وثيقة تنظيمات تقديم خدمات مراكز البيانات وذلك ضمن مبادراتها الهادفة إلى مواكبة التطور المتسارع في قطاع الاتصالات والتقنية وتمكن التحول الرقمي لجميع القطاعات في المملكة وأوضحت الهيئة أن الوثيقة تهدف إلى تهيئة البيئة المناسبة للنمو المتوقع في القطاع وتحفيز الاستثمارات في مراكز البيانات وتعزيز المنافسة العادلة فيها أعلن مركز التطوع الصحي بوزارة الصحة بدأ تطبيق المرحلة الثانية من البرنامج التأهلي لخدمة المعتمرين وأقاصد الحرمين الشريفين وأوضح المركز أن البرنامج يستهدف سبعمائة متطوع ومتطوعة من الطلاب والممارسين الصحيين وسبعين مشرفا من الخبراء والأكاديميين يأتي البرنامج ضمن مشروع مراس للتعلم بالخدمة وقعت الهيئة الملكية لمحافظة العلا مذكرة تعاون مع شركة البحر الأحمر الدولية لتبادل الخبرات وتقديم أفضل ممارسات السياحية المشتركة بينهما وذلك لتعزيز مكانة السعودية كأحدى أكبر الوجهات في العالم استقطابا للسياح والمستثمرين وتتضمن المذكرة تحفيز نمو قطاع السياحة في المملكة كشف تقرير لبراند فاينانس لعام 2023 تحقيق المملكة للمركز التاسع عشر بين 121 دولة في القوى الناعمة مما يجعلها ولأول مرة ضمن قائمة العشرين دولة الأعلى في العالم في هذا المجال على غرار النجاحات والتحولات التي تجسدت في قطاعات وجوانب عدة ها هي المملكة تضع خطوتها الأولى في قائمة التوب تويني لتقرير براند فاينانس لعام 2023 محققة المركز التاسع عشر بين 121 دولة في القوى الناعمة التقرير أظهر قفز المملكة لخمس مراتب عالمية مقارنة بتصنيف العام المنصرم 2022 لتصبح ولأول مرة ضمن قائمة العشرين دولة الأعلى بالعالم في هذا المجال قطر وتركيا فلندا وسنغافورا وأخيرا بلجيكا دول كانت لها بصمات شاهدة في القوة الناعمة إلا أن المملكة في هذا العام تجاوزت تلك الدول وأثبتت تفوقها وأضحت علامتها الوطنية تقدر بتسعمائة وواحد وأربعين مليار دولار عوامل عديدة أسهمت بشكل كبير في تعزيز صورة المملكة بوصفها دولة ذات ديناميكية عالية في مواكبة تغيرات مستقبل ومتطورة في عدة مجالات تمثلت في الامفتاح الاقتصادي والثقافي والترفيهي والحراك الدبلوماسي فضلا عن الاستثمارات غير المتناهية في التعليم والرياضة والثقافة استضافة المملكة للأحداث والفعاليات العالمية بكل جدارة واقتدار كلمة السر لتقدمها في مؤشرات دولية مختلفة النشاطات رؤية 2030 شكلت علامة فارقة لبناء مجتمع نابض بالحياة واقتصاد مزدهر ومتنوع وأكثر فتاح مما جعل المملكة اليوم أحد أكثر الدول نفوذا في العالم سطانا جيان الإخبارية تمكن مشروع مركز الملك سلمالي لغاثة والأعمال الإنسانية مسام من انتزاع 772 لغم في مختلف مناطق اليمن خلال أسبوع منها 718 ذخيرة غير منفجرة و41 لغما مضادة للدبابات وتسعة ألغام مضادة للأفراد وأربع عبوات ناسفة حيث تواصل المملكة من خلال مشروع مسام الإسهام في مساعدة الأشقاء اليمنيين يعيش حياة كريمة وزع مركز الملك سلمالي لغاثة والأعمال الإنسانية 120 طلن و800 كيلو جرام من السلال الغذائية في مديريات الغيظة وحصوين والمسيلة بمحافظة المهرة استفاد منها أكثر من 7900 فرد يأتي ذلك ضمن مشروع توزيع المساعدات الغذائية في اليمن وذلك للتخفيف من معاناة الأشقاء هناك دشن الاتحاد السعودي لكرة القدم أكاديميته الخاصة في مخيم الزعتر للاجئين السوريين وذلك الاكتشاف المواهب الكروية كما بدأت في المخيم فعاليات الأسبوع الثاني والعشرين للبرنامج التطوعي والذي ينظمه مركز الملك سلمالي لغاثة والأعمال الإنسانية هنا في مخيم الزعتري للاجئين السوريين في الأردن أكاديمية سعودية للبحث واكتشاف المواهب الكروية من أطفال المخيم الأكاديمية دشنها الاتحاد السعودي لكرة القدم بحضور الأمين العام لاتحاد غرب آسيا وممثلين عن مركز الملك سلمال للإغاثة والأعمال الإنسانية سيدي واضح للعيان جدا تطور تواجد الاتحاد السعودي لكرة القدم داخل المخيم الزعتري بالتعاون مع مركز الملك سلمان حقيقة يعني عم نشهد خطوات كبيرة جدا لا مساعدة هذا الجيل من الأطفال على حق الطبيعي بممارسة كرة القدم لا يقتصر عمل الأكاديمية السعودية على اكتشاف المواهب الكروية فقط بل تعمل أيضا على تنميتها وتطويرها اليوم لدينا حفل تتشين الأكاديمية التي وعدنا فيها قبل كم شهر لأبنان وأطفال اللاجئين السوريين في المخيم مع الجزء الأول من دورة سي للمتدربين عندنا نحن لدينا مشربة في الملعب بعدين تمكين المدربين والأطفال لدينا شراكة مع اتحاد غرب آسيا ومركز ملك سلمان افتتاح الأكاديمية جاء بالتزامن مع انطلاق فعاليات البرنامج التطوعي الثاني والعشرين الذي ينظمه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ويأتي امتدادا للبرامج التطوعية السابقة بهدف تقديم الرعاية الطبية والصحية وتقديم دورات تدريبية وتأهيلية مختلفة للاجئين السوريين المشاركة في هذا البرنامج الحيوي اللي هو برنامج التطوعي من خلال مركز ملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أنا ومجموعة من أخواني وزملائي منخبة من المهندسين والأطباء والمختصين في مجالات متعددة بهدف تقديم الدعم والعاون لأخواننا وأشقائنا لأخوات السوريين جهود خيرة تبديلها المملكة لمساندة الأشقاء السوريين في الأردن لتمكينهم في المجالات كافة وتعزيز قدرات الشباب وإمكانياتهم لقناة الإخبارية عبدالله الخوالد مخيم الزعتري نشرة انتهت ودا تذكر لأبرز ما جاء فيها خادم الحرمين الشريفين يبعث رسالة شفاهية لرئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة ولي العهد يعلن تأسيس منظمة عالمية للمياه بقرها الرياض تهدف لتطوير جهود الدول والمنظمات لمعالجة تحديات المياه انطلاق منتدى لاستثمار السعودي الإيطالي والفالح يكشف عن قفزات كبيرة لسوق المال تداول ودخوله ضمن أفضل عشرة أسواق في العالم لطيب المتابعة في أمان الله اشتركوا في القناة